وها هي المصارات في قلب الدولة الأوكرانية وصلت إلى طريق مزدود نفس الطريق اللي احنا كنا نوهنا عنه في بداية أثبت روسيا وأوكرانيا وقلنا بالحرف الواحد إن الطرف الوحيد الذي سوف يحقق الانتصار على أفضل ما يقول لأنه هو مرتب أوراقه هو الطرف الروسي لأنك لا يمكن أن تقوم بهزيمة دولة نووية بتمتلك قدرات نووية غير عادية والدولة طبعا المشار إليها اللي هي روسيا هناك محاولات للضغط على أوكرانيا حاليا من أجل قبول وقف إطلاق النار والاستسلام أمام روسيا وتحقيق الشروط الروسية في سبيل إغراءات أوروبية أخرى إن احنا نصرع يا أوكرانيا بإنك أنت تنضمي للاتحاد الأوروبي بس أهم حاجة تستسلمي وتحفظي كرمتنا الله يحفظك لأن عد منظرنا وحش جدا التفاصيل صادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ألا وسهلا بحضرتكم معكم أحمد عبدالهادي من قناة مصر قلنا وقلنا وقلنا في أكتر من خمسمائة ستمائة حلقة أو تتخيلوا إن روسيا هتنهزم بعض الناس كانوا بيتصوروا إن إحنا بندفع عن روسيا لمجرد الدفاع يا إزاي ده أنت وصفتك ونعتك وبعض الناس تخيلوا إن إحنا بندفع عن روسيا بقوة لدرجة إن كانوا بيقولوا ما في الخمر علينا ورغم ذلك تحملنا هذه النتيجة شوفوا حضراتكم التصريحات وشوفوا حضراتكم التحركات مزل ساعات قليلة أرسيلة فوندرلين رئيسة المفاوضية الأوروبية كانت في مباحثات مع القيادات الأوكرانية من أجل إقناع أوكرانيا بأن هي خلاص تتنيل بستين ألف نيلة وتوقف الحرب مقابل إنهما يضموا أوكرانيا لدول الاتحاد الأوروبي عادي بعض الناس هتقول أهو ما أوكرانيا انضمت للاتحاد الأوروبية وده اللي كانت بتحذر منه روسيا وبالتالي روسيا ما حققتش انتصار لأ روسيا قالت أوكرانيا تنضم للاتحاد الأوروبية أو ما تنضمش ان شاء الله عنها ما نضمت ده شيء ما يقصناش لأن احنا مش معترضين على ضم أوكرانيا لدول الاتحاد الأوروبية احنا معترضين على إن أوكرانيا تنضم الحلف جمال الأطلسي لأن احنا مش هن نسمح بإقامة قواعد للناتو بالقرب من الحدد بتاعنا وهذا هو بيت القصيد شوفوا حضراتكم التصريحات اللي نقلتها شبكة NBC الأمريكية نقلا عن مسؤولين عن مسؤولين أمريكيين كبار قالت بالحرف الواحد أن مسؤولين أمريكيين وأوروبيين تحدثوا إلى الحكومة الأوكرانية حول ما قد تنطوي عليه مفاوضات سلام محتملة مع روسيا لإنهاء الحرب بدأوا يرتبوا لمفاوضات السلام بدأوا يرجعوا لنفس النقطة اللي كان ترحها فلادمير بوتين في بداية الأزمة وقلب الحرف الواحد مش هسمح إلا بمفاوضات سلام بشروط روسيا يكون من بينها أوكرانيا تظل على الحياد ما فيش حاجة اسمها أنك أنت تسيب طلقة أو مدفعية في قلب أوكرانيا تابعة لدول النيتو رقم ثلاثة أني أوكرانيا ما تفكرش مجرد تفكير أن هي تأقل ثمة اتفاقيات عسكرية مع أي طرف رقم أربعة حدودي ثم حدودي ثم حدودي أي كلب يهوب من الحدود الروسية حجزره فيما عادة ذلك تفضله ودل حصل حاليا دلوقتي بيلف في نفس الدائرة وبدأوا يرجعوا لنفس النقطة أن هما دلوقتي يشوفوا إيه الشروط بتاعة روسيا عشان نبدأ في إجراء مفاوضات سلام المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين بيقولوا إن المحادثات تضمنت الخطوط العريضة للغاية لما قد تحتاج أوكرانيا إلى التخلي عنه للتوصل إلى اتفاق مع روسيا يعني يا أوكرانيا أنت هسيب الشريط الحدودي اللي ضمته روسيا ليها لوجانسك دونتسك زابروجيا خيرسون والأراضي دي تم ضمها عبر استفتاء والأراضي دي كانت روسيا في حاجة إليها من أجل تأمين حدودها وأمنها القومي بس إيه اللي انت في حاجة للتخلى عنه عشان نوصل لعقاد نافع عشان نخلص من أم الشغلانة اللي جردتنا من كل حاجة ونقلت الشبكة دي عن المسؤولين قولهما إن المحادثات مع أوكرانيا تأتي وسط مخاوف لدى المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين من إن الحرب وصلت لطريق مسدود وعدم قدرة الغرب على موصلة تقديم المساعدات لأوكرانيا أوكرانيا تهزمت وإحنا ما عدناش قادرين ندعم أساساً خلاص قلصت الولايات المتحدة الأمريكية عد دعم الكبير جداً تخلت عن أوكرانيا مع رشة أوكرانيا أنا عندي دلوقتي لازم أدعم إسرائيل أنا عاوز أقول لحضراتكم إن هما ما صدقوا الأحداث اشتعلت في الأراضي المحتلة كلهم بلا استثناء ولوا وجهتهم أو ولوا وجههم شطر تل أبيب مش حباً في تل أبيب فقط لا غير ولكن من أجل التوصل لمبرر إن هما سابوا أوكرانيا عشان هذا المبرر وقلوا لإسرائيل إحنا ما كناش تخلين عن أوكرانيا يا جماعة إحنا كنا مستمرين مع أوكرانيا وأوكرانيا كانت تتحقق انتصار غير عادي هو ده لسان حالهم فهم بمجرد ما الصراع اشتعل يوم 7 أكتوبر 8 أكتوبر كان كلهم بلا استثناء موجودين في قلب كعب التل أبيب بتاعتهم بس وبالتالي المسائل وصلت لطريق مسدود رقم واحد أوكرانيا لم تحقق ثمة انتصار رقم اتنين إحنا ما قدناش قادرين أساساً ندعم أوكرانيا لأن الوضع الاقتصادي والعسكري لم يعد يسمح بذلك رئيسة المفوضية الأوروبية أرسلها فندرلاين في ذات الوقت وصلت إلى العاصمة الأوكرانية كيف في زيارة مفاجأة مفاجأة بتاعت الزيارة دي قبل التقرير اللي هيقدمه للتحاد الأوروب الإسبوعي اللي جاي حوالينا التقدم اللي أحرازت أوكرانيا في مسعاها للانضمام إلى الاتحاد طبعاً دا اسمه شغل تهريج لأن دايماً دول الاتحاد الأوروبية عشان تضم أي دولة بيتقعادها حوالي عشرين ثلاثين سنة زي ما هي بقعادها رجب طيب أردغان على أبواب الاتحاد عمل بينبح ورغم ذلك مش سألين فيه مش معبرين اللي بعض الناس بتقول إنه هو زعيم المسلمين شغل تهريج وعك في التحليلات فأنت عشان تنضم لدول الاتحاد الأوروبي لازم فيه شروط غير عادية الشروط دي مش متوفرة أساساً في أوكرانيا لكن هم بيفكروا فعلاً بشكل عملي إنه هم يضموا أوكرانيا لدول الاتحاد ليه؟ مش حباً في أوكرانيا في سبيل حفظ ماء الوجه وإن أوكرانيا منهم وعليهم زائد وده المهم قوي يا أوكرانيا هنضمك للاتحاد مقابل اسكوتي بقى خلاص بل بشروط روسيا لإن إحنا أصبحنا معرضين لخطر نووي غير عادي وإن مصالحنا انضربت وإن الاقتصاد الأوروبي انهار وتدمر وتنيل بستين ألف نيلة من يوم ما روسيا من يوم ما هم فرضوا العقوبات على روسيا وروسيا قطعت التعامل مع دول الاتحاد الأوروبي يعني هم فرضين العقوبات على روسيا من أجل معاقبة روسيا إلا أن العكس هو الصحيح فرضوا العقوبات على روسيا النتيجة هم اللي تعاقبوا ويمكن التقارير الاقتصادية من قبل المؤسسات المعنية بيؤكد ذلك وبيكشف عن أن هناك انهيار اقتصادي شهادية دول الاتحاد الأوروبية وخسائر فادحة جدا وصلت لتريليونات الدولارات بسبب إيه؟ بسبب العقوبات اللي فرضوها على روسيا بينما روسيا ما خسرتش كل هذه الخسائر فدلوقتي أرسلنا فوندرلين راحت في زيارة مفاجأة يا عم فلادميرت زيلانيسكي أنت هتوقف إطلاق النار وهتنهي أم الشغلانة بتاعتك ديت وهتنهي الحرب ديت مقابل أن احنا نضمك لدول الاتحاد الأوروبي سقوا تماما أني فلادميرت زيلانيسكي هيوافق لسبب بسيط للغاية خسر خسار كترة جدا ما عادش حد بيدعمه تلاقى نفسه لوحده في المعركة وفي ذات الوقت أوروبا تلاقيت نفسيها لوحدها في المعركة وفي ذات الوقت أوروبا ما عادش عندها أساسا أي حاجة تدعم بيها أوكرانيا وفي ذات الوقت دول أوروبا عاد شكلها وحش جدا قدام الشعوب بتاعتها وقدام الرأي العام الدولي بعد الخسائر الفادحة اللي وجهت أوكرانيا وبالتالي حل يرضي جميع الأطراف وقف أم الحرب انضم الدول للتحاد الأوروبي وكفى الله المؤمنين شر القتال هو ده العرض اللي بتحاول فوندرلين تعرضه على فلادمر زيلانيسكي أورسلا فوندرلين قالت أن هي موجودة في قلب أوكرانيا لمناقشة مصار انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي بس طب والدعم يا خالة فيش طب والمساعدات الموجهة لأوكرانيا ما فيش طب والتصريحات اللي كانت من قيمة حوالي شهر بالزبط لدرجة أنهما قالوا بالحرف الواحد تنتصر أوكرانيا أو لا تنتصر إحنا مستمرين في المساعدات لأوكرانيا لأن احنا يهمنا أن احنا ندعم أوكرانيا أصدق أختنا وحبيبتنا كانت من أمتى؟ من أمتى أوكرانيا كانت أختك وحبيبتك طبعا ده كلام ابن عم حديد طبعا حدث ذلك في نفس التوقيت اللي احنا فجينا فيه بأن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت يوم الجمعة اللي فاتت حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة قد إيلا مؤخذة ربعمية خمسة وعشرين مليون دولار تتضمن دفاعات جوية وزخائر مدفعية وأسلحة مضادة للدبابات لمساعدة كف قتالها ضد القوات الروسية ربعمية خمسة وعشرين مليون دولار آه تبدو الإيه بقى لأم أخذة عشر خمستاشر قطعة سلاح طب هما فين؟ إن شاء الله يحيينا ويحييك وهنبقى نبعثهم لك طبعا برضا عوز أقول لحضراتكم ده كلام فضي مجالس أوكرانيا وصلت لمرحلة من اليأس لحد محاولة إعادة تأهيل جنود هزاوي الأطراف المبطورة من أجل العودة للمعركة تخيلوا حضراتكم الجنود اللي أصيبوا في قلب المعركة وتقطعت الأطراف بتاعتهم وركبوا ليهم أطراف صناعية حاليا دلوقتي بيجبوهم ويحطوهم مرة تانية في ساحة المعركة ليه؟ ما ساعتك ما عادش في جنود ما عادش فيه حد يحارب طبعا مع اتجاه الأنظار لإسرائيل بقيت أوكرانيا بعيدة عن الأنظار والعقول وقال العقيد هنادي كوفالينكو لزوار أمريقيين مؤخرا إذا توقفتم عن دعمنا انسوا أوكرانيا يعني واحد من جنرالات الجيش الأوكراني بقول لمجموعة أو لوفد من أمريكا زار الجيش الأوكراني خلي بالكم يا جماعة لو أنتوا توقفتم عن دعمنا اعتبروا أوكرانيا انتهت هي فعلا انتهت وإذا ما تمش اتخاذ قرار سريع وعاجل جدا من أجل إنقاذ الموقف أوكرانيا فعلا هتضيع أفاد مكتب التحقيقات الحكومي في أوكرانيا بفقدان أكتر من 750 ألف قطعة سلاح في البلاد حتى أكتوبر 2023 كل قطع الأسلحة اللي كانت أمريكا ودول أوروبا بتدعم بها أوكرانيا بتتبع في السوق السوداء وقد وصل ما لا يقل عن نصف الأسلحة المفقودة إلى السوق السوداء بعضها ضائع والبعض الآخر مهجور وتم بيع الجزء الأكبر حوالي 60% إلى الدول الأوروبية نفسيها بقدين دعم من أوروبا فبعوه لأوروبا عشان كده أوروبا عارفة أن أوكرانيا كلها جوية حرامية وأن فلادمير زيلانيسكي كان بفرقع وخلاص أنه يحقق انتصار والراجل الانتصار ولا نيلة زيلانيسكي يقر ببطء تقدم قواته في الهجوم المضادة على القوات الروسية إذا توقفتم عن دعمنا إنسوا أوكرانيا ده واحد من الجنرالات بتوع أوكرانيا عرف أين اختفت 750 ألف قطعة سلاح سلمت إلى أوكرانيا يا فضيحة والله فودر لاين تناقش فيه كيف انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي طبعا مقابل أنه هم بقى يتوقفوا عن المعركة لأن خلاص لا أوكرانيا انتصرت ولهم حققوا ثمت انتصار وأمريكا هربت ولذلك قرروا جميعا أنه هم يهربوا حفظا لماء الوجه قرر أنه هم يضموا أوكرانيا ليهم بشكل متسارع لدول الاتحاد الأوروبي ولا أراكم الله مكروها فيه عزيزا ترجمة نانسي قنقر